الوسواس الوسواس يدور حول مادة السيرتونين بشكل أو بآخر طيب هذه المادة إذا سار فيها نقص في تركيبتنا الداخلية والسؤال هنا كيف يصير النقص؟ يصير النقص بعض الناس يكون عندهم الاستهلاك للمادة في دماغهم أو بسبب الظروف اللي يمروا فيها مرة عالية فالمادة بين الموصلات العصبية في المنطقة هذه الفاصلة بينهم بتنقص وبالتالي نحن يكون دورنا رفع مستوى هذه المادة في الناقلات العصبية طيب عندنا أنواع مختلفة من العلاج مو نوع واحد عندنا أنواع متعددة وعندنا في كل نوع أكثر من دواء ممكن نستخدمه كل الأدوية حقتنا يعني الحمد لله أعراضها الجانبية تقريبا لا تتعدى شوية أعراض في الجهاز الهضمي شوية لعبان في البداية شوية دوخة في البداية شوية سخونة في الجسم شوية عدم رغبة في الهضم أكل شوية حكاية أنه قلق بسيط لكن تختفي في الأربع خمسة أيام الأسبوع الأولاني وأحيانا معظم الأطيب يعني طبيعي طبيعي بتعدي وتروح اللي يسمونها بداية العلاج وغالبا نحن نسوي الناس اللي نشوفهم حساسين شوية بنعطي لهم حبة مهدئة في البداية الأسبوع الأولاني والعشر أيام الأولى عشان حتى ما يشعر بالأعراض هذه بعدها العلاج يستمر طبعا مع الوسواس ويمكن أكثر فترة وإحنا بنستمر عشان نعطي النتائج حقته الوسواس يحتاج إلى وقت ليش يحتاج لوقتي دكتور؟ لأنه أصلا ما جاني لبعد تسع سنوات وعشر سنوات لو جاني بدري كان الاستجابة أسرع هو بيقعد فترة طويلة يعاني وبالتالي بتكون المعاناة مرة قوية عشان نشتغل عليها العلاج يأخذ مدة طويلة؟ يأخذ أكثر من باقي الطلبات القلق ولذلك يأخذ تقريبا عادة من الطلبات القلق أسبوعين يعطيني النتيجة ثلاثة أسابيع أبدا الوسواس قد يحتاج أربع أسابيع ستة أسابيع عشان يعطي النتيجة لجيني المريض يعني جيني المريض بعد أسبوعين وهذه قصص كثيرة بتمر علي يجيني المريض يقول لي دكتور ما تحسنت أقول له أنا ما دور تحسني الآن أنا أدور أنه ما في أعراض جانبية عندك مشاكل من العلاج؟ لا الحمد لله يا دكتور العلاج تمام استمر على العلاج ترخمه هو بن دول بن دول بعطيك حبة الآن يفق الصداع معك أنا ما أتكلم عن النوع هذا أنا أتكلم الآن على إعادة توازن مستقبلات الدماغ حقتك تحتاج إلى وقت عشان يخش للدماغ و يبدأ يعين التوازن فيه أسبوعين أمورك تمام يوم ما عندي عراض يلا أسبوعين و أشوفك بعدها يروح أسبوعين و يجيني بعد أسبوعين يقول له يا دكتور ها بدأ شوية إيش اللي بدأ معاك؟ أول ما يقول لي يقول لي يا دكتور الفكرة أقدر ألغيها يعني مثلا الفكرة أول كانت تقعد معايا ساعة ساعة و نص الآن الفكرة تقعد معايا 20 دقيقة يعني أقدر خفضت النسبة بدأت خفض وبالتالي إحنا إيش بنسوي نسميها ضغط الفكرة إحنا بنضغط الفكرة نضغطها 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 أوكي يلا أربع أسابيع يلا كمان شهر ثاني ثمانية أسابيع و أشوفك غالبا في الثمانية أسابيع يجيك المريض غالبا في الثمانية أسابيع يجي يقول لك يا دكتور مية أموري تمام اتفقنا اتفقنا أقول له يلا عندك الآن فترة 6 إلى 9 شهور روح عني استخدم العلاج بشكل شهري أشوفك بشكل شهري لكن حط في بالك 6 إلى 9 شهور هنستمر على العلاج عشان نتأكد لو وقفنا العلاج هتطلع الفكرة على طول فبالتالي نقول له استمر 6 إلى 9 شهور عشان نتأكد عدم ظهور المشكلة من جدا سنعن بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشد